موسيقى عاد ديسكوفري إلى قواعده سالما بعد 15 يوما في الفضاء أتم خلالها مهمة لتوصيل إمدادات للمحطة الفضائية الدولية تأخرت عودة المكوك يوما بسبب عطل فني في نظام الاتصالات ويوما آخر بسبب الأحوال الجوية السيئة انتهت الرحلة رقم 131 في تاريخ برنامج مكوكات الفضاء الأمريكية برنامج يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو في الثلاثين من عمره بقي في البرنامج ثلاث رحلات فقط منها واحدة لديسكوفري قبل أن يحال البرنامج كله إلى التقاعد خلال أشهر فرغم فخر الأمريكيين الشديد بهذا البرنامج لا ترى إدارة الرئيس باراك أوباما مبررا كافيا لتحمل كلفته العالية 100 مليون دولار كل شهر وفضلت واشنطن الاعتماد على بديل الصواريخ الروسية للوصول للمحطة الفضائية الدولية مستقبلا على متن ديسكوفري في هذه الرحلة كان سبعة رواد فضاء منهم ثلاث نساء ومع وجود رائدة رابعة في المحطة الدولية كانت هذه المرة الأولى في التاريخ التي كان فيها أربع نساء في الفضاء في آن واحد وفي شكل شبه استعراضي حددت ناسا لهبوط المكوك مسارا عبر في أجواء 12 ولاية أمريكية وسمح لملايين الأمريكيين بإلقاء نظرة ربما تكون الأخيرة على أحد رموز الفخر الوطني الأمريكي أسد الله الصاوي بي بي سي ترجمة نانسي قنقر